مرحبا معاكم الدكتورة سمية طواربة استشارية طب وجراحة الأن في الأذن والحنجرة اليوم رح أخبركم عن أسباب التهاب الأذن الداخلية طبعا الأسباب هي واضحة أنه في عندنا إحنا يا أما التهاب فيروسي أو بكتيري طبعا هذا بينتج ممكن أن المريض يكون يعاني من التهاب مسبق أو نتيجة التهاب في الدماغ ممكن هذا الالتهاب ينتقل عندنا من الدماغ للأذن الداخلية ممكن نتيجة رشحات متكررة عند المريض أو التهاب في الجيوب الأنفية أو التهاب أدى أن يصير في عندنا التهاب في الأذن الوسطى هاي أهم المسببات لالتهاب الأذن الداخلية طبعا ممكن يكون عندنا المريض يعاني من بعض الالتهابات اللي بتكون نادرة جدا حدوثها مثل الالتهابات اللي تكون تحصل عند المرضى اللي بيكون عندهم نقص في المناعة طبعا هاي أنه الأسباب جدا نادر حدوثها وممكن يعني في بعض الفحوصات أنه نتحقق منها طبعا كتير ضروري أنه أوضح لحضراتكم أنه في فرق ما بين التهاب الأذن الوسطى والتهاب الأذن الداخلية لأنه إحنا لازم نكون عارفين أنه الأذن تنقسم إلى ثلاث أجزاء الأذن الخارجية، الأذن الوسطى، والأذن الداخلية طبعا مكونات الأذن الداخلية هي عبارة عن القوقعة والقنوات الهلالية والعصب السمي طبعا الالتهاب بيكون في هاي الجزء مش في الأذن الوسطى أنه أعراض التهاب الأذن الوسطى تختلف تماما عن أعراض التهاب الأذن الداخلية أعراض التهاب الأذن الداخلية بيجي المريض بيكون بعاني من دوار شديد ارتفاع في درجة الحرارة ممكن يؤدي هذا الإشي أنه يصير في عنا فقدان مفاجئ للسماء فهاي أهي أعراض الأذن الداخلية بينما أعراض التهاب الأذن الوسطى بيكون المريض بيعاني ممكن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة حسب العمر طبعا لأن الأطفال بيكون عادة الارتفاع الحرارة عندهم بيكون أكتر من البالغين بيعاني المريض برضو من ألم شديد في الأذن التهاب الأذن الوسطى من النادر أنه يسبب في عنا دوار أو استفراغ أو طنين أو حتى فقدان للسماع المفاجئة فضروري أنه إحنا في أي حالة إحنا حسينا أنه المريض بيعاني من فقدان سماع شديد استفراغ، حرارة، طنين، دوار شديد أنه غير أنه قادر على الحركة المريض يجب عليه التوجه إلى الأخصائي للفحص وإجراء الفحصات اللازمة وإعطائها إلى العلاج اللازم وهيك نتمنى لكم كل الصحة والسلامة وأحباً لكم ترجمة نانسي قنقر